موسيقى بدأت قصة المرشدة السياحية نوف عسيري من خلال اهتمامها بالنزهات البرية ورياضة الهايكينغ التي مارستها في مناطق جنوب المملكة وأصبحت من المهتمين باستقبال عشاق هذه الرياضة من جميع أنحاء العالم لتأخذهم في جهلات ترفيهية سياحية تقدم فيها طبعا معالم هذا الوطن الجميل نوف منورتنا عبر سكايب أهلا وسهلا فيك يا نوف وصراحة يعني أنا غيرانة تأخذينهم كلهم في جولة سياحية وأنا لا لي حياك الله عزيزتي هلا ومرحبا فيك طب اليوم نوف يعني إن شاء الله بإذن الله تجينا والجنوب إن شاء الله بإذن الله قريبا خصوصا مع الأجواء الجميلة الموجودة عندكم في الجنوب نتشرف الله حياك الله ونتشرف حبيبتي لي الشرف طيب اليوم نوف يعني لما تبغى تعرف عن نفسها إيش ممكن تقول نوف نوف أحمد عسيري خريجة إدارة خدمات صحية ومستشفيات من جامعة الملكة عبد العزيز مرشدة سياحية مرشدة هايكينغ شغوفة ومحبة الاستكشاف والمغامرة وهاوية لعدة رياضات ما شاء الله تبارك الله ومنها الهايكينغ حياك على هذا يعني الشباب هم اللي بيكونوا مسيطرين على الهايكينغ وتسلق الجبال فكيف يعني ما شاء الله عليك نوف قدرتي اليوم تغيري هذا المعادلة صحيح هذا قبل خمس سنوات بس الحمد لله من أربع سنوات أو خمس سنوات وجاي أختلف الوضع كليا الحمد لله طبعا كون منطقتنا منطقة جابيلية كذلك أنه نحتاج التنقل من مكان إلى مكان آخر الشغف والحب الهايكينغ وغير كده دعم الوالدين الله يحفظهم وكما أنه رجعنا لسنوات الزمن القديم أهلينا أصلا كانوا يتنقلون عن طريق المشي يعني إحدى الوسائل المواصلات التنقل من مكان إلى آخر طب متى صار التحول صارت مرشداً طبعا كده دعم الأهل الله يحميهم يحفظهم لي بعد يعني شوف من الصغر أني أنا حابة هذا الشي يعني أطلع استكشف مثلا أطلع رحلات أو كشتات أطلع أشوف الأماكن استكشف غير كده الحمد لله يعني عندنا في العائلة منهم يعني ممارسين كذلك الهايكينغ من قبلي طيب متى صار التحول الفعلي وصرت مرشدة مرخصة في هذا المجال تقريبا من أربع سنوات بشكل رسمي من أربع سنوات والهايكينغ كان سبب من أحد الأسباب اللي خلتني أدخل هذا المجال الهايكينغ علمنا لتأمل الاستكشاف المغامرة رياضة جدا جميلة يعني في أماكن نوصلها ما نتوصلها السيارات فنحب إنه إحنا نوصل هذه الأماكن بالتصوير والنشر تصويرها ونشرها ومأخذ معلومات عنها فالحمد لله ساعدتني كثير بصراحة يعني الهايكينغ في حصولي على الإرشاد السياحي ما شاء الله تبارك طيب بدنا نعرف أكثر عن البرامج اللي بتقدمينها اليوم أنتي والفريق وأيضا كيف بتستقبلوا الرغبين في هذه الرحلات وعادة يعني كم العدد اللي بتقدري أنك تسيطر عليه قدر نخطط نطلع لكم قريب إن شاء الله مع العين ورأسة حياك الله البرامج والله هي برامج كثيرة كجولات سياحية كمسارات هايكينغ الحمد لله منطقتنا منطقة مختلفة التضاريس في عندك الجبال في عندك السهول فتنوع البرامج سواء العائلات لأفراد كميكس أطفال كنساء فمجال كبير الحمد لله وكم العدد تقريبا جولات رحلات سياحية وزولات وكما العدد تقدر تسيطر عليه؟ كم شخص؟ تقريبا العدد تقريبا العدد ما بين العشر أو حتى من شخصين كان نطلع إلى ثلاثين تقريبا طيب أعطيني كمسار أنا كقائد مسار كقائد مسار لابد معايا مساعد كذلك مساعد مؤخرة ومسعف صحيح ولكن أعطيني كذا خيارات في هذه الجولات هل فيه أماكن مشهورة عندكم في عسير عرفينا عليها حمسينا أكثر أنا نجي يعني من أكثر المناطق اللي لما يجوكم الزوار أو السياحة يحبوا جمال الطبيعة أو المنظر الموجود تكلم عن أجمل المناظر كذا حمسيني أكثر نوف السودة صراحة يعني هي منطقتي هي ديرتي ففيها جدا جدا من الأماكن اللي ما تتوقعين كثير الجمال فيها عندك منتزاء السحاب منظر ومطل جدا جميل عندك شعفة الويمين في عندنا الحمد لله مسارات حتى كثيرة منها مسار الدولي عقبة القرون كذلك قيمة السحاب كذلك جدا جميل أماكن ومطلات كثيرة كذلك عندنا الحبلة عندنا أماكن كرير في كل مكان في ميستا سواء معالم سياحية أم مسارات هايكينج أم كذلك استخشاف ومغامرة ولما تكلم يعني عن بيئة جبلية كذلك عندي رحلات بحرية الهذر الجبلية في عندنا كمان الساحل رحلات بحرية مختلفة في عندنا الحريضة في عندنا الشقيق تمارس كمان ريابة الهايكينج على شاطئ البحر كمان نقوم برحلات بحرية تنقل إلى جزر كجزيرة ماركة كجزيرة النوراس كذلك الفيروز الحمد لله الخيارات كثيرة عندنا يعني من زولات السياحية نحن ما نبي بحر عندنا بحر نبغى البيئة الجبلية ليش؟ لأني أتوقع الحماس بيكون أكبر فيها إذا كان وبيكون أيضا هايكينج حقيقي فكيف تحموا نفسكم من أو تحموا نفسكم من المخاطر في هذه التجارب المرشد الهايكينج كذلك المرشد السياحي في دورات يأخذها قبل أن يحصل على الرخصة ومن هذه الدورات هي دورة الإسعافات سواء الخلوية أو الإسعافات الأولية وخاصة في هذه الرياضة يعني خصوصا الإسعافات الخلوية كذلك تطوير النفس يعني أنا تطورت نفسي في عدة رياضات منها التسلق بالحبال والإنزال بالحبال لأنه أحيانا نحتاج التنقل من مكان إلى آخر يسعب علينا إحنا يعني فيكون التنقل أحيانا حتى في الإصابات يكون عن طريق الحبال فطورت نفسي كذلك في الأمن والسلامة يعني أطور نفسي في السلامة كدورات ورياضات أخرى كتسلق ما شاء الله تبارك الله ولكن يعني أكيد عدت عليك بعض المواقف الصعبة أو أيضا التحديات التي أمريتي فيها فودي أسمع صراحة منها واضحة من الضحك والله التحدي الأكبر اللي كان هي صراحة بس التحدي الأكبر اللي أنا أتكلم فيه وحبني أنا أتكلم فيه اللي هو حصولي على إرشاد السياحي ما كان بهذه السهولة جلس كم سنة عشان أحصل على الإرشاد السياحة والحمد لله تيسرت اليوم الزمن هذا دولتنا اللي يعطيها العافية ما قسرت فاتحة مجال كبير دورات كثير في مجال السياحة كاستقبال كضيافة كإرشاد كترام الفندقي كل المجالات فاتحة فيها دورات الحين جاء زارة السياحة اللي يعطيهم العافية فأنا جد أشجع البنات والشباب على الحصول على الإرشاد السياحي لأن جولتنا تستاهل منا أن نعرف عنها طيب مين أكثر شريحة اليوم بتستمتع بهذه الرياضة عندنا في السعودية شريحة الشيبان ليش حتى عندنا فريق فريق اسمه رحال الشباب كل بشكل عام أنا أقول لك بس بصراحة عندنا هنا في الجنوب فريق رحالة الجنوب فريق رائع لو تبحث عنهم سوي سيرش كلهم من كبار الأعمار فهم صراحة قدوا لنا في هذا المجال وأحيانا أتمنى حتى أني أمشي معاهم مصار بس لأن أحيانا قابلهم روحهم المريحة ورحهم الحلوة هي اللي جمعتهم وخلتهم وخلت هذه الرياضة تحببهم في بعض صحيح وأكيد نحن نتعلم منهم دائما الأفضل يعطيك ألف عافية نورتين وشرحتين وإن شاء الله بإذن الله نزورك قريب حبيبة قلبي الله إن شاء الله وحياك الله عزيزي في أي وقت الله يحياك مشاهدين ومكملين معاكم وبعد الفاصل رهف مغربي تتحدث عن تجربتها بين تذوق الطعام وتقييمه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا